ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلوديا روزباخة أن العالم الآن يدرك أهمية دور الشباب في تحقيق التقدم في المجتمعات الحضرية اعتمادا على نشاطهم وأفكارهم وخبراتهم في هذا الإطار لدينا الآن 26 ألف مشترك في هذه الفعلية ولماذا نتحدث عن التغير المناخي ونتحدث عن الشباب أعتقد أننا مدركين تماما لأهمية الشباب وفعليتهم ونشاطهم وخصوصا الذين يسكنون المناطق الحضرية ولذين لديهم القدرة أن يقودوا الطريق نحو التغير هنا نتحدث عن الشباب سواء من الإناث أو الزكور وهم يعطون الكثير من الأمل ويشاركون بنشاطهم وبحماسهم خلال ست سنوات العالم والمجتمع الحضري والمودن سوف يكون بها 60% من عدد سكان العالم